صباح الخير وخليني أقولكم إن إحنا النهاردة يمكن مصر شغلها الشاغل دلوقتي هو الانتخابات اللي جاية واختيار المرشح هيكون إزاي وإزاي نختار الفردي وإزاي نختار المرشحين في القائمة يمكن كلنا بنتعلموا حاجة جديدة علينا كلنا لأن هي جديدة لأن كلنا هنشترك وبتمنى إن إحنا كلنا نشترك لأن في الآخر إحنا اللي هنندم بعد كده وصوتنا بجده هيفرق عايز أقولك يا دين أنا في حاجات بجده حاسة أنا مش فهمها كلنا كلنا بس إحنا يعني معرفش الوقت كافي مش كافي بس عارفة زي في الآخر كده بتتزنقي في الآخر في آخر الامتحانات لازم تذكري ولازم تتصرفي ولازم تتصرفي في غالبا إحنا لازم نعمل كده فمعاين النهاردة فاكرة على عن قصص اختيار مرشح البرلمان وهتكون فيها رغضاء السعيد مدربة مهارات لشاريع صباح خير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا وزي هولنا أسبوع مليام بالأحداث بالخلافات وبالاحتقان بين كتير من أطراف الشعب عندنا فاكرة خاصة النهاردة نحاول نتكلم فيها على كل الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية من ضمنها مثلا الانتخابات البرلمانية القادمة وثيقة السلمي الحكم بحقية أعضاء الحزب الوطني منحل بالترشح للرئاسة للانتخابات البرلمانية أنا أسفع فيه مواضيع كتيرة جدا حاول نقاشه النهاردة مع المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري والمستشار أحمد عبد الماهر المحيمي والكاتب ده غير كمان هيكون معانا فقرة رياضية مع وائل وجيه هو الفائز المصري بالمركز الأول بمسابقة تحدي السرعة بشعر بن شيخ دي كل فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد طبعا هيكون معانا في الصحافة الأستاذ محمد طلعت الهواري عشان نتكلم معانا كل الأخبار الموجودة اسمحولي كمان يمكن عايز أحكي لكم على حاجة حصلت مبارح هي فكرة أن الواحد لازم يتأكد من مصدر أي خبر بيجي له قبل ما الخبر ده ممكن يكون يتثبت في المشكلة يمكن مصر كلها بتدعي للفنان مع عامر مونيب لأنه هو في المستشفى من مبارح وبنتمنى له إن شاء الله الشفاء بس الفكرة نفسها أنه فيه ناس ابتدت تسرب أخبار عن وفاته فإحنا اللي بنتمنى نقوله وعمتا مش حتى خبر بس عن الفنان مع عامر مونيب إن الواحد يتأكد من الخبر قبل ما ينشره لأنه دي فيه يعني ممكن تثبت مشاكل كتيرة جدا بس طبعا من خلال قصة نهرك سعيد إحنا متمنى للفنان عامر مونيب الشفاء العجل إن شاء الله ممكن كمان الأخبار اللي زي دي لو المريد يعرفها وأهل المريد اللي حوالي بتأثر على نفسياتهم جدا بالضبط فخلينا فعلا نبقى متفقلين أكتر وما نطلعش يعني على قل الشائعات ما تبقاش في الحاجات اللي زي دي دي ممكن في حاجات كتير قوي نتكلم فيها نروح لفاكرة الصحافة يلا